اشتركوا في القناة خلال اربعة او خمسة ايام الزيارة السالسة للرئيس المكلف الى قصب عبداء رشح عنها المزيد من الاجواء الايجابية حيث تحدثت معلومات عن بحث احتمال خفض عدد البزراء الحكومة الى 18 وزيرا بدل العشرين في وقت تواصلت مفاوضات الترسيم في النقورة حول الحدود البحرية برعاية امريكية وامامية هذه هي التطورات الحكومية والاقتصادية وطبعا مسألة المفاوضات نسأل عنها ضيفنا الخبير في الاقتصاد وقطاع الطاقة ادمون شماس اهلا وسهلا فيك استاذ ادمون هاي تحيئة اهلا وسهلا بداية خلالنا نتقل الى زاملتنا كاتيا شقير الموجودة بالنقورة لنسألة عن المفاوضات وشو عم بيصير بهذه المفاوضات كاتيا نعم سهى يعني لا اعلم اذا ستعطوا ان تروا الصورة من خلفي لقد انتهت الان المفاوضات الرسمية التي قامت بين الفريق اللبناني والكيان الاسرائيلي اعتذري ان الجيش يطلب مننا ان نبتعد قليلا عن الموكب الذي غادر الان مقر اليونيفل اذا لن نستطيع ان تروا في الصورة ولكن قبلك قليل غادر الموكب كاملا وذلك بعد حوالي ثلاثة ساعات من المفاوضات هذه المفاوضات بدأت عند الساعة العاشرة والثلث وقد تأخرت ثلثة ساعة عفوا واستمرت حتى الوحدة ونص كان من المفترض ان تنتهي هذه المفاوضات عند الساعة حوالي ثانية عشرة عند حوالي الساعة اتناش ولكن تم تمديد هذه المفاوضات لساعة من الوقت لم تعرف الاسباب حتى الساعة ونحن ننتظر الان صدور بيان رسمي بعد جولة من المفاوضات استمرت ليومين يعني منذ يوم الامس الذي استمرت فيه المفاوضات ثلاث ساعات ونصف واليوم ايضا استمرت المفاوضات حوالي ثلاث ساعات الان الجيش اللبناني وقوات اليونيفل يغادرون المقر الذي نحن موجودون فيه وذلك بعد انتهاء هذا اللقاء او هذه المفاوضات نهائيا اذا نحن بانتظار اي بيان رسمي سيصدر عن اليونيفل وعن الجيش اللبناني لمعرفة متى سيتم تحديد مفاوضات او جولة رابعة وماذا تضمنت هذه المفاوضات ولكن ود ان اشير بان هذه المفاوضات انطلقت هنا في اليونيفل عبر مواكبة من البوارج والصفون الحربية التابعة لقوات اليونيفل وايضا وسط تحليقا لطيران الحربي الاسرائيلي فوق اجواء هذه المنطقة ونحن ننتظر ايضا ماذا رد الكيان الاسرائيلي حول ما طرحه الوفد اللبناني او حول ما قدمه امس الوفد اللبناني من وسائق وخرائط تجعل المنطقة الاقتصادية الخالصة اللبنانية ومساحتها اكثر من 1200 كم ربع ما يعني ان كل ما حكي سابقا عن فقط حوالي 860 او 63 كم ربع من المياه الخالصة اللبنانية لن يقبل بها الوفد اللبناني وهنا يأتي دور المفاوض الامريكي في حال لم يرضى المفاوض الاسرائيلي او الكيان الاسرائيلي بما طرحه اللبناني وردتنا معلومات عند حوالي تقريبا 11-11 ونص بان المفاوضات لم تكن جيدة ما بين الطرفين وكان هناك تصعيد من الاسرائيلي فهو لم يقبل بما طرحه الجانب اللبناني بمفاوضات حولت من 163 كم ربع من المياه الخالصة اللبنانية اذا كما ذكرت سوها هنا يأتي دور الامريكي او دور الوسيط الامريكي وفي معلومات ايضا خاصة لتليفزيون لبنان المفاوضات امس ايضا لم تتسم بالايجابية كما تظهرت في جميع وسائل الاعلام بل كان هناك ضبابية ورفض مطلق لما ذكرت ان رفضوها حول المياه الخالصة اللبنانية وانتهت المفاوضات التي كان من المفترض ان تأخذ حوالي اربع ساعات انتهت في ثلاث ساعات ونصف اذا في حال رفض الاسرائيلي المفاوضات سوف يطرح الامريكي خطة هوف وهو الطرح الذي تقدم به الوسيط الامريكي سابقا ولم يقبل به الطرف اللبناني وهذه المبادرة عبارة انه يعطي للبنان حوالي 550 كم من ربع والباقي تبقى لاسرائيل وهذا ما رفضه رفضا قاطعا رئيس الجمهورية وذلك قبيل حصول انطلاق الجولة الثانية من المبادرات اذا كما ذكرت نحن ننتظر اي معلومة ايجابية كاتيا ولكن اذا ما تبع عندما يصدر اي بيان رسمي حول اجولة السلسة من المفاوضات وفي حال يعني متى يعني الموعد المقبل لجولة مفاوضات جديدة طبعا ستكونين معنا استاذ ادمون شماس يعني شو رأيك بالشي لتفضلت في زملتنا كاتيا شئير من النقورة يبدو انه الاجواء اليوم كانت كتير ايجابية وتحدثت وكأنه كان فيه يعني توتر خلال هذه الجلسة هلأ واضح انه دولة اسرائيل من سنة 48 اليوم اداءة وتصرفاتها هي عدائية تجاه لبنان فمنه مستغرب انه هي تكون عم تطالب بشي اكتر من اللي بيحق الله وبرأيي ممكن انه كمان الجانب الامريكاني اللي هو اكيد دعم لاسرائيل هيقترح حلول وسطية ممكن ممكن تساعد على ايجاد حلول المشكلة اليوم اللي نحنا واقعين فيها انه الجانب اللبناني رايح على مفاوضات وهو بموقع ضعيف موقع ضعيف من ناحية الوضع المالي والاقتصادي رايح يفاوض الجانب الاسرائيلي مدعوما الجانب الاسرائيلي من السلطات الامريكية ونحن بالوقت نفسه كحكومة مقبلة او كدولة لبنانية بوضع افلس وانهيار اقتصادي وعم نعول على هذه المفاوضات وعلى هذه الترسيم لربما قدرنا استخرجنا هالسروات نحصل وضعنا نحن بدنا مساعدة من الامريكان من خلال الامريكان والاوروبيين لحتى صندوق النقد الدولي يعطينا اموال لحتى نرجع نعمل عملية انقاذ للوضع المالي والاقتصادي والافلس طيب اليوم الامريكاني عنده مصلحة هي اسرائيل بالدرجة الاولى سوى كمان وصيط بهذه المفاوضات يعني ما كتير بد يكون مبين عليه جانب التحيز لاسرائيل لا واضح مع سياسة الرئيسة الامريكانية هي دعم مطلق لإسرائيل وشفتي شو صار اخر شهرين كل الدول العربية وقسم كبير منهم عم يروحوا ورا بعضهم يوقعوا اتفاقيات سلام مع اسرائيل فمعنى تلق الرئيسة الامريكانية والادارة الامريكية هي دعمة لإسرائيل هذا بشكل واضح هلأ بيهمهم لبنان بس بدرجة يمكن تالتي ورابعة وخمسة منا اولوية لقلهم الوضع الاستراتيجي حتى نوصل لنتيجة بهذه المفاوضات لأنه إذا بدون كتير يعلوا السقف أو ما يوافوا على حقوق يعني ناخد حقوقنا كاملة كمان بتفشل هذه المفاوضات وهني بالنهاية بدون انجاز كمان قبل الانتخابات الامريكية أنا ما بعتقد انه هيصير اي شي انجاز هلأ قبل الانتخابات الامريكية اللي حتصير بتلاتي تشرين تاني فمن هون عم ييجي يمكن ضوء اخضر امريكاني او تسهيل او غد نظر عن تشكيل الحكومة لانه الحكومة المقبلة احد العناوين الكبرى لألا هي ترسيم الحدود البحرية وهيذا اللي بدوية الامريكاني من الحكومة اكيد اضافة الى الاصلحات ومحاربة الفساد وهذا هو موجود بالخطة الفرنسية واكيد بمطالب المجتمع الدولي طيب اليوم يعني اذا بتعطينا مثل ملخص شو عا بصير بهذه المفاوضات يعني اين العقد الى اين ممكن توصل هل لبنان رح يحصل على حقوقه كاملة خصوصا يعني بالامس كان بجولة المفاوضات كان فيه يعني نقطة النقورة او خط النقورة يمكن اذا فينا نسميه انطلاق بيكون يعني انطلاقا من نقطة النقورة بكأنه صار فيه خط جديد هلأ انت بتعرفي انه باي مفاوضات اذا الطرفين فيه تكافؤ بالقوة ان كانت قوة مالية او عسكرية او علاقات استراتيجية بتقدري توصل الى حل لانه الطرفين بدنوا يوافقوا ايه ولكن نحن اليوم بالبنان للأسف نحن ما عنا لا القوة استراتيجية ولا القوة العسكرية اللي معه الدعم استراتيجي مثل امريكا فبالوقت نفسه نحن بوضع افلاس يعني عم نفاوض من موقع ضعيف مزبوط واكتر من هيك كانت الدولة اللبنانية والحكومات السابقة تعول على النفط والغاز وانه حنستخرج النفط والغاز بعد خمس سنين او سبع سنين كل واحد بيعرف اللي عنده خبرة شوية بقطاع النفط انه استخراج النفط والغاز بده حوالي سبع سنين من بداية التنقيب عن النفط فنحن اليوم بعدنا محلنا يعني نحن اذا كنا كنا عم نعوّل انه حنستخرج نفط ونستعمل لنسد بعض الديون اللي عنده ايه الحكومة او الدولة اللبنانية هيدا الموضوع توقف واكبر دليل انه توتال وقفت كانت عم تعمل استكشاف ووقفت فماكملت وانا برأيي توقف توتال عن القيام بالخدمات المطلوبة منها هو بشق منه سياسي تيحطه ضغط اكثر بس هو النفط موجود يعني وكأنه كانت بوقت وقت وقفت يعني شركة توتال انه حفرنا وما فيه يعني ما فيه هالسروة لا اكيد اكيد فيه اكيد فيه بالبحر واكيد هيدا متأكديم منه ولكن انتي كمان بتعرفي عملية استخراج النفط بالدوقت وفيها كلفة واليوم اسعار النفط كمان منه كتير مرتفعة ونحن النفط والغاز موجود بالبحر وعلى يعني بعمق فهيدا بيكلف اكتر من دول اخرى فكمان فيه اولويات يعني اكيد ما عم نقول كل شي عملته توتال هو يقلو علاقة انه بس بالسياسي جزء منه يقلو علاقة بالوضع الاقتصادي العالمي واسعار النفط والغاز العالمي واكيد له علاقة بالصراع مع اسرائيل وترسيم الحدود البحرية فكله هيدا مرتبط ببعضه واكيد هني الامريكان هني يا فيون يسهلوا يا فيون هني يعرقلوا وانا برأيي اليوم كمان الفرنسيين بيهمهم الرعاية الامريكية بالمنطقة لانه هيدا بيسهل اي خطوات عم تقوم فيها الحكومة الفرنسية ان كان اقتصاديا لانه عنده مصالح اقتصادية باللبنان وكمان مصالح سياسية ومصالح العلاقة التاريخية بين لبنان ودولة فرنسا انه نحنا الام الحنوني هي فرنسا وهي بتهم لبنان وبتحب لبنان وإلى آخرين بس حيال كل هايدي التعقيدات وحيال يعني مصالح الدول الكبرى نحنا لبنان يعني فيما يخصنا رح نطلع اكيد مش حنقول منتصرين انما هل سنحصل على نتيجة ايجابية بهيدي المفاوضات انا برأيي بآخر المطاف حنوصل لحل لانه الهدف من بعد ترسيم الحدود مثل ما نبين بالمنطقة ورسم السياسات بالمنطقة هو سلم وسلام فبداية السلام ببلش بترسيم الحدود ما فيك تكوني انت بسلام مع اي دولة جارة او عدوة الا من بعد ما ترسمي الحدود ما يعود فيه حدود متنازع عليها انا برأيي بداية المشروع الامريكاني الكبير للمنطقة هو يبلش بترسيم الحدود البحرية والبرية بلشوا بالبحرية لانه في نفط غاز وما بدون اي شركة اجنبية عالمية يعني بتجي تنقب عن النفط بالحدود المتنازع عليها تتعرض لاي اعتداء ما تنسى كمان موضوع التطبيع يعني مع عدد من الدول العربية والاتفاقات التي وقعت كمان هذه بالدل على انه المرحلة المقبلة يعني على ما يبدو قادمة الواضح انه الامريكاني هو الاقوى عالميا الدولة العظمة الكبرى بالعالم وهي اكتر من هيك بيكون في رئيس دولي قاعد مع الرئيس الامريكاني بالبيت الابيض هو بيحكي عنه الرئيس الامريكاني انه حيوقع مع تنقول مع اسرائيل هو بعد ما عارف انه هو حيقول هالشيء يعني حكي عنه وصارت مع عدد من بقيس دولي عم حطهم قدام الامر الواقع يعني اكيد هني حطيهم تحت الامر الواقع واخر اتفاق او توقيع هو مع السودان واضطروا السودانيين وشفتي بلحظة شالوا السودان عن لائحة الارهاب مصبوط خففوا كمان عفوها من الديون وعفوها من الديون تمام هيدا جزء ما احنا للأسف عم قلك الدولة اللبنانية والطبق السياسي بتحمل مسئولية كبيرة لانه هي ورطت لبنان والشعب اللبناني بيدين عام 100 مليار دولار وقفلسوا الدولة وسرقوا اموال المدعين وانهياء اقتصادي كامل طيب كيف بديك تروح يتفاوضي وانت بحاجة لاموال من صندوق النقد من الاتحاد الاوروبي من الامر كامل يعني المطلوب انه نقدم تنازلات كرمال نحصل على هيدا الاموال انا ما قلت بدي او حتى يعني تتضفك الاموال الى لبنان نو بس انا اللي عم قوله انت اليوم بديك تروحي على اي مصرف و بديك تديني ما انت لازم تقدمي بالمقابل ضمانات الضمانات هي تايعطوك التسهيلات بدينا يتأكدوا كمان انه اذا اعطوك هالاموال بديك ترديها واذا ما رديتيا بيسموها كولاترول يعني شي بالمقابل بيحطوا ايدهم عليه فهيدا هو المطلوب من لبنان اليوم شو بدي يقدمه لبنان اليوم شو هو بالمقابل بدي يقدمه بس كمان ما تنسى انه كمان يعني اسرائيل وجودة بهال مكان كمان في يعني عم تقول الدولة اللبنانية اليوم ضعيفة بس كمان في عندها عندها حدا بتخاف منه بلبنان لا تخشى حزب الله اسرائيل اليوم يعني ما بتخاف انه يصير فيه توتر حرب جديدة بين اسرائيل ولبنان وطبعا هون يعني حزب الله بيكون رأس حربي بهذا الموضوع اي هلا اليوم اذا انت بيك تخذيها من هالمنظار العسكري يعني حزب الله بيقول انه احنا عملين توازن رعب يعني هيدا التعبير مية بالمية بس انت اليوم بتوازن الرعب ونحنا بهال موضوع نحنا منقوله بكل صراحة عنا عديد من الملاحظات على ايدي حزب الله بالداخل ولكن بموضوع المقاومة ضد اسرائيل نحنا مع المقاومة هيدا لحتى ما يصير فيه اي لغة ولكن نحنا اللي عم نقول انت ما فيكي بس تركزي على الموضوع العسكري اذا انت عنديك اقتصاد بنهار بدك الشعب يقدر يوقف معك اذا رحتي على حرب انا برأيي اليوم المقاومة مش قادرة تروع على حرب لانه الشعب اللبناني ما هيكون معا او قصم كبير من الشعب اللبناني ايه الشعب اللبناني منهك فانا اللي بدي يقوله انه لأ نحنا رحي عم مفاوضات لو عنديك كل انواع الاسلحة الكبيرة هيدا مش كافي تعملي توازن مع اسرائيل لانه انت شعبك جيعان انت اقتصادك منهار انت عليك مئة مليار دولار دين عام وما عندك البنوكة تبعيك تقريبا بحالة الديين العام نزل مش مفروض نزل بقصة يعني الليرة هلأ شو نزل ما فيها نحكي شوية يعني اكتر من خبير عم بيقوله انه فينا نقول انه دين العام نزل من مئة مليار لتنعشر مليار عم بيحسبوها بهذا الشكل هذا كلام مبعرف اي خبير اكتر من حدا مبعرف اي خبير سمعتني عم بيقول هيك بس انه هذا كلام ضيوف كمان يعني استضفناه كلام منه علمي لا اكيد منه علمي انت اخر شيء وانت بيكون عندك موازنة وليش نحن عم نقول كننا من اول يوم بالخطة اللي انا اعلنتها بنادي الصحافي نعم هلأ منذكر فيها 11 ايلول نحن قلنا انه اول شيء تراكم العجز في الموازنات من 92 لليوم ادى الى الدين العام اللي هو يشكل حوالي اليوم حوالي 100 مليار دولار يعني تراكم كل سنة عنديك 5-6 مليار دولار عجز شو يعني العجز انه انت عندك نفقات اكتر من ارادات طيب من وين جايين هاودي النفقات جايين عنديك قطاع عام كتير كبير حجمه اكبر من حجم كدولة لبنانية نعم بشكل حوالي 40% عنديك الاجور اوكي سويا الاجور حوالي 40% عنديك الدين العام بشكل كمان حوالي 40% يعني الدين وخدمة الدين والبقية 20% هو شو بقي للكهرباء وامور اخرى فهذا وضع كان مالية الدولة اللبنانية هذه ما بتقدري تكملي بهالطريقة طيب شو عملوا هنه راحوا على انهيار مالي واقتصادي مضبوط نعم وصار صعر صرف هلأ بالسوق السوداء من تأليف اليوم يمكنش سبعة تأليف نعم طيب الخبير اللي عم بيقلك هالكلام او اللي كنت سمعته اكونوا الدين العام باللبنان يعني من هيدا المنطلق انتي الدين العام حوالي 100 مليار دولار نعم حوالي 60% منه تقريبا 60% هو بالليرة اللبنية و40% هو بالدولار نعم يعني انتي عندك سندات اليوروبوند بشكله حوالي 31-32 مليار واكيد في ديون اخرى بالدولار فتقريبا قدين بالدولار حوالي 40 مليار هذي بنيكفعيهم بالدولار طيب اليوم اذا انتي جيت عملت توحيد سعر صرف اوكي ما نحنا عم نقول بالخطة اللي عملنا شو لازم نعمل خلال خمس سنين هي برنامج اصلاحي وانقاذي بتنفذي خلال خمس سنين الهدف منه انه نعمل يعني نوصل لصفر عجز في الموازنة ويسموها ويسموها خلال اربع سنين ثم يصير فيه نمو بالموازنة طيب اذا انتي عندك 40% بتشكل الدين وعندك 100 مليار وعندك الناتج المحلي ب2018 اجمالي الناتج المحلي حوالي 51 مليار دولار وحسب المبادئ العامة الاقتصادية بيقولولك وعندك بيعملولك تقييم للدول بيقولوا انه انتي الدين العام ما لازم يكون مرتين الناتج المحلي فلازم تخفضي على قليل الى 50 مليار اقل بيكون افضل مضبوط لا لانه انت كلما تعملي موازنة في دفعات اللي تدفعيهم اللي هني الدين وخدمة الدين فترة معين وبعدين الصندوق النقط شو عم يطلب باللبنان تحرير سعر الصرف بس ما فينا نحرره هلأ دغري اذا ما بنعمل اصلاحات اذا تحرر دغري شو بيصير بحال يعني ما فيك تحريري بدون ما تعملي اصلاحات لا يمكن بيروح لأرقام خيالية كبيرة لانه نحن بعدنا انتي اليوم مثلا حضرتك شو قلتي قلتي انه سوء السوداء 8000 صحيح فمعنات انه 60 مليار صاروا 12 مليار مضغوط او اقل اذا هن سبتنا على 4000 بصيروا 15 مليار ولكن بعد عندك 40 مليار دولار هن ديون عليك مستحقة اللي هي يوروبونز وسندات اخرى بالدولار طيب انا بالاقتراح اللي كنت مقترحه انه لازم نحن نروح نفاوض الحاملية سندات اليوروبونز على اساس شطب 65% من قيمة هذه السندات اوكي وهلا المصارف اللبنانية يوافقوا بحال يعني ما في خيار لازم يوافقوا لانه اليوم الدولي متعثرة وما عندها اموال يعني اليوم ما عندنا خيار انتي اليوم تنفتد انا متديم مني والخطأ اللي صار كمان قد يكون يعني حصل من قبل الحكومة انه ما رحوا كمان عم مفاوضات مع اليوروبونز بوقت لما يعني انا وقت الاستحقق وما دفعناه في ازاري اصار في عدة اخطاء نعم اول شي ما دفعنا بس انه كيفنا يمكن نعمل مفاوضات مثل ما ذكرت حضرتك ويتم شطب جزء مثلا الحضرتك تفضلت فيه بس تقرير نعم يعني نحن الكلام من بعض الخبراء الماليين وبعتقد اكتريتهم مصرفيين وكل شي اللي قدموه هو الخطط هي الى علاقة بالدين تحديد الدين حجب الدين والخسائر وتوزيع الخسائر هذه منا خطة اقتصادية وهذه منا خطة اصلاحات هذه خطة هدفة بس شطب طيب اذا نحن اشطبنا الدين العام كله اجا حدا هلا اليوم قالك حنسامحك الدين العام صفر شو بيصير كل هوا الخبراء الماليين اللي قدموا خطط خلص ما بقلهم معنا مزوطة بس وين المشكلة المشكلة انه انت عندك موازني فيها عجز كبير انت عندك طبقة سياسية عم تدير البلد بطريقة سيئة نحن اللي هني اساءوا ادارة البلد هني نفسهم اللي هون اليوم عم يشكلوا الحكومي هني نفسهم اذا كملوا بادارة البلد بنفس الطريقة اللي قادروا من 92 لليوم انا اكيد بعد ممكن يعني بعد كل شيء صار باللبنان بعد صورة 17-20 انه يبقى نفس الاداء يعني تعتقد انه اليوم مرحلة جديدة بلا في مرحلة جديدة واكيد العيون علينا العيون علينا كمحليا او المجتمع الدولي بس ولكن انا عم بحكي بالمبدأ بالمبدأ انه انتي اليوم اذا اشتبت كل الدين العام اوكي ورحنا ممكن هيدا الاحتمال اللي اشهدوا يعني انه حضرتك بس عم نعطي ممكن هيدا اصحال اذا اشتبنا الدين العام اذا ما عملنا الاصلحات الجزرية بطريقة ادارة الدولة ما رح نقدر نوصل لمحل هنرجع نركب دين وانا اللي بدي اقوله وخايف منه انه اليوم عروح نحنا ندين من صندوق النقد الدولي ويمكن يعطونا سادر ال 11 مليار همقول يمكن ماني متأكد طيب محل اكيد التزمنا الاصلحات المطلوبة مننا ولكن ما هي الخطة وما هي الضمانات التي انت فيك تعطيها للمجتمع الدولي والدائنين انه انت ستعطيهم مصرياتهم طيب انا بعد ما شفت خطة اقتصادية واصلحات من اي حدا من الاحزاب والطبق السياسي اللي حكمت لبنان 92 اليوم بتطمني انا ما شفت انا قدمت خطة واعلنتها بمؤتمر صحافي وطلعت على التليفزيون اكتر من مرة وشرحت الخطة وانا برأيي هذه الخطة اللي انا قدمتها بكل توضعها بقول هي بتشكل خرط الطريق لاي حكومة مقبلة اذا التزمت باسم كبير من الاصلحات اللي انا حطيتها وبالرؤية الاقتصادية والرؤية الاصلحية انا اكيد خلال خمس سنوات هنطلع من الانهيار ولكن بدك ايرادة سياسية بدون ايرادة سياسية ما فيك تعملي شيء هلأ اللقات الاساسية بالخطة الاصلحية اللي قدمتها استاذ موم نرجع نذكر فيها لانا بعد هيدا الفاصل محطة اعلانية وانا اتبع نتبع احنا مع الخبير في الاقتصاد وقطاع الطاقة ادموت شماس استاذ ادموت طبعا يعني حضرتك كنت اعدت خطة اقتصادية واعلنت عنها بايلول الماضي اذا منذكر هيك بشكل سريع بابرس بنود هيدا الخطة واللي حضرتك عم بتقول انه يعني اذا اعتمدت يعني قد يكون الحالة كتير من المشكلات والتعاقضات اللي عم نعيشها بلبنان اي هو بداية متل ما حكينا هلأ من شوي انه صحيح الدين العام نزل نتيجة ارتفاع سعر السعر ولكن كمان ايرادات نقصت كتير اول شيء ما حدا عم يدفع وتانيا انت بديك تثبتي شيء بديك تثبتيه من ناحيتين ما فيك تقولي انا النفقاتي على اربعة الاف مثلا سعر صرف وانا ايراداتي على الف وخمسمية لا الارادات والنفقات بيكون على نفس السعر فانا اللي بدي اقليك انه هوا الخبراء اللي عم بيقولوا انه وضعنا صار منيح لا مش مزبوط الوضعنا صار منيح شوي من ناحية النفقات الدين بس ولكن انت عليكي اربعين مليار تقريبا هن يورو بونز وسندات بالدولار هل يبدون يندفعوا بالدولار بالعمل الصعب الا اذا اشتبتي اسم كبير منهم انا بالخطة مقترح شطب حوالي خمس ستين بالمية هلأ الشغلة التانية اللي هي اساسية انه بسعر الصرف اليوم اذا ما منعمل انتاجية بالاقتصاد ومنحرك الاقتصاد تيجي دولار من بره هون ساعتها نقدر ندفع اللي علينا وانا خوفي انه نحن رايحين على دين جديد من خلال صندوق النقد من خلال مؤتمر السادر هذه الاموال بدون اي خطة لدفع هذه الدين اللي متوجب على هلأ بالنسبة لمؤتمر السادر يعني كمان الاموال ما رح تيجي على شكل اموال يعني تيجي على شكل مشاريع وهون كمان هلأ مفروض مع الحكومة الجديدة بحسب ما حكي الرئيس ساعد الحريري انه حتى بده يصير فيه تعديل يعني بهيدي المشاريع لانه امور كتير تغيرت يعني من وقت مؤتمر سادر لليوم اللي تغير كمان كتير هو كورونا نعم كورونا ضرب معظم اقتصادات العالم حتى الدول الكبرى يعني كل الدول عايشة ازم يعني اليوم الناتج المحلي اجمال الناتج المحلي للدول الكبيرة نزل 20 و 30 بالمية هيدا رقم كبير وقدرتها وكمان دول الخليج العربي لان دول الخليج العربي كمان فتت بحروب بالخليج نعم ودفعت اموال طائلة وكذلك كورونا ضربة الاكفل يعني الي فرضت الدول الأسف واسعار النفط اتراجعت في فترة نزلت تحت ل 20 دولار البرميل اليوم هو حوالي 40 نعم فكل هذه الدول اللي هي كانت راعية لمؤتمر سادر ب2018 اليوم عندها وضع خاص فما رح تقدر تساعدنا متل ما كنا عندها وضع اقتصادي خاص ووضع سياسي خاص ووضع سياسي مش هناك انا عم اقول انه نحنا على الحكومة اللبنانية المقبلة وبتمنى تتشكل مع انه انا كان رأيي وتوقعاتي ومطالبي انه نحنا نروح على حكومة مستقلين من رئيسة الى كامل اعضاء هذا ما بيعني عدم احترام للرئيس المكلف في العكس انا عندي احترام لكل الاشخاص ولكن بالسياسة نحنا عم نحكي مستقلين اختصاصيين ام انه مستقلين مش مهم الاختصاص لا 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 نحنا عم نحكي اشخاص مستقلين بس ولكن عندهم انجازات عندهم خبرات على مستوى عالمي ودولي يعني انا الوزير اللي انا بتمنى يكون مثلا اشخاص مثل كارلوس غصن ليس انه كارلوس بالتحديد بس عم بحكي اشخاص عندهم نجاحات بمستوى رؤساء تنفيذيين لشركات عالمية خارج لبنان وباللبنان هؤدي الاشخاص اللي بنا ايهن نحنا ما بدنا ناس تجي ومحترامي للأساسي وإلى آخرية ينظروا بيعلموا بالكتاب لا بدنا ناس هني كانوا يدفعوا ويعرفوا ما معناتها يدفعوا أخرى الشهر معاشات ويعرفوا ما معناتها كاشفوا للشركة وشو الالتزامات وشو隻و الخطة انت بتعملي business plan على 5 سنين تعرفوا شو ما معناتها business plan بأي خطة اقتصادية لشركة عالمية او لدولة انت بتعملي خطة على خمس اسنين بدي كون فيها المال وبدي كون فيها الانون وبدو يكون فيها التوظيف. هذه المشكله انه ما من في حكومة عم تعيش يعني اكتر من سنة او من سنتان يعني هالوزير اللي جاي بخطة بدوينفزها على خمس اسنين عم بستار؟ للحكومة ما عم تروح خططه معه يعني هاي المشكلة عنا بلبنان ما عم يجي الوزير اللي بعده يكمل بنفس هاي دي الخطة الموجودة نحنا ما عنا فريق عمل للأسف الوزراء اللي عم يجوا عم يجوا كل واحد كل حزب بيسمي وزراء من هون يمكن اهمية وزارة التخطيط يعني هاي دي الوزارة تكون اه تكون اه تكون على الخططة نعم لان نحكي كمير شوي عن حكومة ايه بالخطوط العريضة نحنا بالخطة متل ما قلتليك خفت حجم وكلفة القطاع العام هاي دي الناي هذا ضروري لانه كلفة القطاع العام كتير عالية نعم وكبيرة فلازم نتخفض حجم القطاع العام فما بدي ارجع لازم ننزل حوالي 40 بالمية وهون حكينا عن الدان العام حكينا عن الرواتب والاجور والا اخر هي هلا الامور التاني بدي احكي عنا هي توحيد قانون العمل ضروري بين قطاع عام بقطاع خاص نعم وخاصا بموضوع تعويض نهاية الخدمة واهم اصلاح لازم يصير انه مدير العام لازم يكون بعقد محدد المدي لأربع سنين قابل للتجديد مرة واحدة ما بدنا مدير العام يضل 30 سنين ويتحكم بالوزير وهون بدي احكي عن موضوع كمان اساسي هو يفصل موقع رئيس مجلس ادارة عن المدير العام لا يجوز الجمع مجلس ادارة هو بيرائب عمل مدير العام او رئيس تنفيذي ما فيكون هو عم بيرائب حاله هلأ هون كمان اللي بدي اقوله عن مدير العامين وحكومة المستقلين يعني ايه بما حال انا بتمنى تكون في حكومة مستقلين بقى متما قلتلك اصحاب اقتصاد وعلى مستوى رؤساء تنفيذيين ولكن هيواجه مشكلة انا مع اني اقتراء الموجودين بالادارة الدولي مين معينون فلو اجت حكومة مستقلين محكة لو تنجح لها السبب انا عمقول لازم يصير في تغيير جزري نحن عندنا مشكلة سياسية بالبلد قبل الاقتصاد يعني حتى ممكن حددك ذكرت شخصيات عالمية يمكن يكونوا بالفعل كتير ناشحين على مستوى العالم انما انه يجوا على السياسة اللبنانية وعلى اللبنانية ويغرقوا هون باللبنان بهذه السياسة قلتوا من شوية قلت اذا صفرنا الدين العام ونكمل بنفس النهج ونفس الطريقة بايدارة دولية هنرجع نركب دين عام كله العشر سنين قد اللي كان عندنا ايه لهالسبب كنا عم نطالب بتغيير فعلي بتغيير فعلي انا عم بحكي بسورة 17-20 والناس اللي نزلت على الشوارع اللي هي اكترية كانت مستئلة ونزلت بطريقة عفوية بطريقة محدة طلب مننا تنزل لانه فعلا طفح الكلمة هالطبقة سياسية وعام قولة بكل محبي وبكل احترام لانه وصلونا لانهيار المالي انا مثلا انا شغلي كله برا واشتغل برا كل حياتي انا بلبنان ما اشتغلت طيب حطيت نصريتي بلبنان اسم كبير منه بعضه محجوز ما في احصل عليه طيب انا تعبي ليه 30 سنين ليه بدو يروح ليش بدو يروح او ليش انا بدو يروح على البنك طي يعطيني خمس سليل دولار يمكن عندي اه مبيلة كبيرة اذا اعطاك خمس سليل دولار كتير منيه نعم يوم باللبناني اعطاك باللبناني نعم هي اول شي رقم اثنين انا طيب انفجار المرفأ بيتي بالاشرفية اتدمر انا مبارح من خمس سيئين ورجعت من قلت على البيت اخسارتي ميات الالاف الدولارات مين بدو يعاوض علي طيب اليوم انا ناطر هون نتيجة التحقيق ليش بعدنا معرفنا معرفنا سبب ما بدي اعرف النتيجة انا بدي اعرف طبيعة الانفجار هل هو عمل ارهابي او خطأ او طبيعي اللي صار هيدا ما بدو ثلاثة شهور تحقيق هيدا بدو اسبوع اسبوعين ثلاثة اربعة تتعارفة هل هو كان نتيجة عمل ارهابي او انه فقط اهمال او اهمال هلا الهمال موجود بكل الحالات اذا طلع اهمال وهو هيك لازم يكون لازم ساعدتها شركات تأمين تبدو تدفع للناس ليس مقبول عم بيصير اكتر من هيك شركات تأمين عم تصرف مثل المصارف وبعض شركات تأمين مملوكة من المصارف انا مثل ما سمعت انه انت بتاعت بكل شركة تأمين بيعملوا يعني اعادة تأمين مع الشركات الكبرى الاجنبية انا سمعت انه حاولوا لهم حاولي 300 مليون دولار فريش هني عم يجوا كمان نفس القصة عم يجوا على المتضررين ويدفع لهم دولار على 3200 وهم يخبوا الكاش دولار عم يجي هذا ليس مقبول انا اليوم اذا عندي لوحة خمسين الف دولار بالبيت والضررت انت مجبورة تديلي تعطيني بديل البدل البدل هي لوحة هي زيتها خمسين الف دولار ما حقق خمسين الف دولار على شاك بونكر حقق خمسين الف دولار على دولار انا اللي بدي يقوله كمان في مافيا اللي علاقة بشركات الاسرانس ونفس الشي المصارف والمشكلة انه دائما الشعب اللبناني هو الضحية هو الاكلها من كل الميلات يعني ودايما اوكي بس انا بالخطوط العريضة زيادة الارادات انا في عم بحكي عن قطاع اتصالات في الى خطة مرحلتين انا عم بحكي عن قطاع النفط انا عم بحكي عن قطاع الكهرباء بجاس بكل هول خطط شو عم بعمل عم قول انه لازم يكون فيه شراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لا يجوز بعد اليوم انه نسلم السياسيين ادارة القطاعات واسبته خلال 30 سنة انه اول شي الوزير مش شغلته يعمل مدير او مدير عام ويدير هو يروح يشوف البنزين اذا اجل ولا لا وكل هالامور هولي يجب ان تكون شركات خاصة نحولهم كل هولي شركات خاصة والوزير وظيفته هو يحط سياسات عامة وسياسات استراتيجية هذا شغلته مش شغلته يعمل مدير ويدير طريقة يومية كأنه هو مدير قصم هيك عم بصير واسوأ من هيك انه كل واحد عنده تفسير للوزير ودوره انه هو سيد نفسه وكأنه هو بعين البده ايه بيصرف البده ايه رئيس جمهوري بوزارته هو رئيس جمهوري بوزارته المهم مثلا تعطيكي اكزامل بموضوع الاتصالات نحن قلنا يجب دمج باول مرحلة هي اول سنة نعمل إعادة هيكلي لقطاع الاتصالات شركتين الفا ومتسي ندمجهم ندمجهم العمليات ونعملهم مجلس إدارة وانا عمقول حتى اكتر من هيك نحن بعملية الدمج هايدي في حوالي 200 مليون دولار فينا ووفرهم سنويا هايدي بنوار حالي اولا مرحلة تاني بنعمل برنامج ونعمل دراسة على خمس سنين هي تطويرية ونروح نبيع رخص رخص لهيدي يعني فيها نعمل شركة هي انفراستركشور للاتصالات هي تملك كل شيء مع الفريقونسي وساعتها نبيع خمس ست سبع رخص لشركات بتجي هي بتشتغل بلبنات هايدي بتعرف شو بعمل هايدي بزيد الناتج المحلي هايدي لوحده بزيد الناتج المحلي بعشر بالمية تقريبا هايدي اولا وبعدين نحن اليوم منا بحاجة لأموال عمرو عن صندوق النقد تناخد منه ثلاثة اربعة اخمسة مليار واتلا انت بتبيعي تنقول اربعين بالمية او خمسين بالمية يمكن هذا يعطيكي خمسة مليار او ستة مليار دولار تغري هيك فورا نا طب ما انت بحاجة لألون هيقول الشيء بعدين نفس الشيء هي نحن نعتمد على الشراكة بين القطاع عام وقطاع خاص لكل هذي القطاعات من كهرباء ولا اتصالات ولا نفايات كل هذي القطاعات اللي هي متسببة يعني بالعجز اللي موجود عندنا اي 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 اكيد اي 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 وفي عندك اتصالات هي عم يتراجع الارباح تبعا فنحن ما فيها نكمل هيك يجب ادارتها بطريقة افضل بموضوع كمان الكهرباء يجب اعتماد اللامركزية الادارية بالانتاج والتوصيل والتركيب والصيانة والاخره يعني انت اليوم ما فيك تكملي بادارة هذي القطاع بهذه الطريقة وكمان بموضوع النفط والغاز نحن اقترحنا انه يجب انه الدولة ترجع هي تستعيد استيراد النفط والغاز هلأ وليس الشركات لا اكيد لانه هاي دي كارتل هاي دي عم تتحكم طبعا وبعدين فيه شغلي كتير مهمة انا اقترحت انه تأسيس شركة وطنية للاستثمار هاي دي شركة فيها مجلس ادارة رئيس مجلس ادارة وهي بتملك كل هذي القطاعات ومنعمل شركات تحتها مثلا كهرباء فيها تكون اكتر من شركة هيك شهيتها شو بتعملي عم تبعدي السياسيين عن ادارة هذي القطاعات مباشرة مس كمان عم تبعدي عن القطاع العام الى القطاع الخاص وهذا الشي يعني البعض بيفضو لا 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 ما نعمل اداة ادارة المدل إيست قطاع عام ولا قطاع خاص بس ان الشركة كتير ناشحة ايه وا نفس الشي عم نطبق نحنا عم نقول حتى المدل إيست بتجي تحت حودي هاي دي الشركة اللبنانية الوطنية للإستثمار ونحط كل هذي القطاعات اذا حطيناهم وقدرناهم هاي دي طريقه لإدارة افضل لقطاعات الدولة رقم اثنين انت وقت تبيعي قصم منهم ماذا تفعل؟ يبدأ لشريك استراتيجي معك عنده تكنولوجيا وخبرات تشغيلية وإدارية يساعدك انك تطوري هذا القطاع يعني اليوم انت عندك شركة كهرباء لبنان بتخسر مليارين بالسنة طيب ما لقيمة؟ ما لقيمة انت و تحطيها بالأسواء المالية ساعتا عم تحطيها قيمة من هكذا عمقول ان الدولة ساعتها يصير عندها أساتس لقيمة وانت تروح وتجيب مصاري او تروح على صندوق النقد بيشوفوا انه عندها أساتس لقيمة موجودة على الأسواء يعني عم تحولنا من كل هالكطاعات اللي كانت عم تخسر يعني الخزين اللبنانية الى قطاعات منتجة ومربحة للدولة اللبنانية وهذا الشي اللي بدو يطلعنا من هيدا الانهيار يعني المالي والاقتصادي مظبوط هيدا جزء منه بعدين عنا خطة العلاقة بسرداد الأموال المنهوبة نفس الشي تحويل جريمة نهب المال العام وقفلس الدولي الى المجلس العبلي وهو المجلس العدلي في طلب ساعتها من شركات أجنبية تدقيق جنائي هي تقوم بالتحيئات لمصر في لبنان وللبنوك بالمرحل اللي أولى زي ما يكون مصر في لبنان والبنوك ووزارة المالية هاو دي ضروري وإلا محنوصل لحال ما فيكون الشخص اللي هو ما بتدخلك كمان بتملش ضغرق العراقيل وهلا عم نشوفها يعني بقلولك فيه أمور تقنية ما فينا يعني مشتقنية الموضوع هو أنه أنت موضع شبهة أنت أصلا لماذا بتعملي تحييق جنائي تحييق جنائي بتعمليه لقطاع عام أو لشركات مساهمة ويكون فيه عنده خسارات كبيرة ودين غير مبرر بيأتي الشيرهولدر اللي هني بيملكوا هذه الشركات بيروحوا للقضاء وبيتدعيوا القضاء بيحط إيده وهو بيعمل تحييق جنائي مش وزارة المال تطلب تحييق جنائي شو حالحكي هيدا ما هي مستهدفة وزارة المالية هي اليوم موضع شبهة هي جزء من الفساد اللي صار بالدولة اللبنانية وغيرها من السناديق والهيئات والوزارات الأخرى بس أنا أعمل لك أهم هدف لازم يكون هو تشريك القطاع الخاص لحتى يقود عملية الإنقاذ بالشراكة مع القطاع العالم هذا هو لب الحل صحيح إن شاء الله كمان بيكون في حلقات مقبلة أستاذ إدمون يعني أسف وقتنا خلص وبعد شوفي نشط أخبار بنوضعك إن شاء الله بحلقات مقبلة منكمل فيها بميود يعني الخطة الإصلاحية شكراً لوجودك معنا شكراً لكم أيضاً مشاهدينا نشط أخبارية بعد قليل وإلى اللقاء